ستعقد قمة الصين وآسيا الوسطى في شيئان بمقاطعة شانشي يومي الثامن عشر والتاسع عشر من مايو الجاري ومن المقرر أن يحضر القمة رؤساء أوزباكستان وتركمانستان وطجاكستان وقرغستان وكازاخستان هذا وأجرى مؤخرا رئيس كازاخستان قاسم جومارتوكاييف أجرى مقابلة مع مجموعة الصين للإعلام وأعرب عن تطلعه لقمة الصين وآسيا الوسطى المرتقبة قائلا إن الصين تلعب دورا متزايدة الأهمية في آسيا الوسطى لدي تطلعات كبيرة لقمة الصين وآسيا الوسطى المرتقبة في شيئان تلعب الصين دورا متزايدة الأهمية في آسيا الوسطى وأعتقد أن زعماء بلدان آسيا الوسطى الأخرى يشاركون للرأي لقد استفدنا كثيرا من علاقاتنا مع الصين وسنفعل كل ما في وسحنا لتعميق تعاوننا مع بعضنا البعض أعتقد أن كازاخستان والصين تحافظان على علاقات وثيقة في العديد من المجالات وقد بلغ إجمالية التجارة الثنائية 31 مليار دولار الصين شارك موثوق به ونحن على استعداد لتوسيع التعاون في الكثير من المجالات في المستقبل نرحب بالاستثمارات الصينية ونرحب برواد الأعمال الصيني وسنرحب بهم ترحيبا حارا للاستثمار وممارسة الأعمال التجارية في كازاخستان شخصيا وبصفتي رئيسا لكازاخستان لدي اعتقاد راسخ أن المستثمرين الصينيين رائعون ترجمة نانسي قنقر